طيب دكتور حسين احنا وقتنا خلص لكن ما ينفعش نختم قبل ما نتكلم مع حضرتك ونستغل وجود حضرتك تكلمنا عن الجينوم المصري اكبر مشروع قومي مصري علمي مصر بتنفذه فيه العصر الحديث مشروع كبير بتشترك فيه عدد كبير من الوزرات والهيئات والجامعات فياريت حضرتك تكلمنا عنه عن اهميته هو في مارس 2021 اطلق سيد رئيسة فتاح السيسي هذه المبادرة المتميزة طبعا بتقوم بها وزارة التعليم العالي عندنا ووزارة الدفاع ووزارات عديدة ومراكز بحسية عديدة وجهات ايضا مدنية فيها مجتمع مدني يعني في عندنا الدكتور مجد يعقوب وكان الدكتور اسماعيل سراج الدين موجود دكتور زيح واسك ايضا كان هيروح في هذا الحدث بالتعاون مع الجانب الاماراتي مركز زايد للدراسات الجينية دكتورة مريم مطر وعندنا الدكتور الشام صادق ايضا من جامعة تكساس في المتحدة الامريكية حاجة مهمة جدا ان انت بتدرس الانسان بتشوف التواصل بين الماضي والحاضر الانسان المصري القديم والانسان الحديث بنضحة بكل الدعاوة اللي بتشكك في ان احنا المصريين بتعلي من دول مش هما بتعزمان لا بالعكس احنا بنسبة 70% بنمثل المصريين القدماء ابدعنا هذه الحضارة الهرمات اللي ابدعها المصريين وليس اي شعب اخر فمن خلال دراسة هذه الجينات الورثية تقدر تعمل خريطة الولايات المتحدة الامريكية صرفت دولار على يعني دولار الوحيد اللي تصرفه على الشخص بيجيب لك عائد 175 دولار كلام ده عملوه 84 بدأوه 90 خلصوه 2003 احنا بنبدأ المشروع عندنا تكلف حوالي 5 مليار عفوا 2 مليار جنيه مصري في الولايات المتحدة تكلف 5 مليار دولار وعمل خريطة بقى احداك تقدر تحافظ على صحة الانسان تشوف الامراض اللي هي منتشرة تعالجها توقف الفلوس اللي بتصرف على العلاج والصحة تخلي الانسان يحيى حياة سعيدة ونقدر نتطلع المستقبل افضل عن طريق تنبؤ هذه الامراض او اقافها ونوصل ايضا الدور الحضاري مصر قديمة لمصر الحديثة فشيء مزهل ان احنا نعرف الجينات الورثية بتاعتنا وتاريخها وتاريخ المرض وازي نعالجه وازي نتنبأ به وازي نوقف هذه الامراض فشيء مزهل جدا جدا ان يحدث هذا الكشف انه يعتبر اهم انجاز علمي بيحصل في مصر حاليا بالتعاون بين مصر والامارات وايضا بنؤكد للعالم ان احنا لا نستهلك العلم نحن نبدأ العلم كما كنا ايام المصريين القدماء وده ملف مهم جدا قادة السيسية توليه اهتماما كبيرا مثل الملفات العديدة اللي الرئيس بيهتم بيها اما في الحقيقة يعني القدماء المصريين ابهرونا في الماضي والحاضر واكيد المستعبط